مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما أكثر الألام التي يختبرها الإنسان كل يوم معاناة وألام ونحن خلال الإسبوعين اللي فاتوا شفنا معاناة الكثيرين ففي يوم واحد تم سفك دم أكثر من 1300 شخص وأسر 200 آخرين ومنذ أن بدأت العمليات العسكرية في غزة قتل أكثر من 5000 فلسطيني وما نعرفش الأعداد الأخرى اللي موجودة تحت الأنقاط سفك الدماء كل يوم بنراه على شاشات التلفزيون دمار وخراب وزي ما قال أحدهم أنه توجد في الحياة مآس كثيرة لكن الحرب تأتي بهم جميعاً مع بعض فالحرب تأتي بالدمار حرب تأتي بالقتل حرب تأتي بالمجاعة حرب تأتي بالأمراض الحرب تأتي بكل ما نتخيله من مآسي ممكن أن يختبرها الإنسان وإحنا صلاتنا هنا أن يوقف الرب عجلة الحرب وأن يتدخل الرب لكي ما يصنع سلاماً ويسود السلام فالحرب ليس فيها غالب ومغلوب الحرب تأتي بدمار وبخراب على كل الأطراف ويمكن حتى الحرب اللي بتبقى بعيدة عننا بتأثر علينا بطريقة أو بأخرى وكلنا نعلم مدى معاناة العالم مثلاً من غلاء أسعار ومن قلة يعني الأمح تأثر إلى آخره مع بداية الحرب الأوكرانية معناها بعيدة عننا بألاف الأميال إلا أن العالم كله بيتأثر بهذه الحروب وبيجي السؤال والواحد دايماً بيشاهد المقاسي بيجي السؤال هو أين الرب وكده موضوع حلقة اليوم هو أين أنت يا رب لماذا لا توقف الحرب وسفك الدماء لو أنت يعني موجود ليه ما توقفش الحرب وليه ما توقفش سفك الدماء أين الله من كل هذا أين الله من كل ما يحدث من مآسي وألام يكتاز فيها الإنسان أين أنت يا رب سؤال دا ليس هو سؤالنا يعني من اختراعنا نتيجة ما نراه وما نختبره وما نشاهده على شاشات التلفزيون لكن السؤال دا سؤال قديم مرتبط بقدم الإنسان نفسه وترح في الكتاب المقدس بصور مختلفة لكن بنفس المفهوم أين أنت يا رب هديكم مثالين بس من كلمة الله بيترحوا أو شخصين في كلمة الله ترحوا هذا السؤال لما يقول أرمية في أصحاح 12 أبر أنت يا رب من أن أخاصمك دا نبي رب أرمية النبي الباكي اللي رب أرسله إلى أرشاليم قبل خربها ودمرها يقول الرب أنه من كتر اللي أنا شايفه أنت أبر من أن أخاصمك يعني أنا 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 عندي زي دعوة ضدك يا رب بس أنت أبر من أن أخاصمك لكن أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجحوا طريق الأشرار أنا عايزة أفهم ليه الأشرار بينجحوا اطمأننا كل الغادرين غدرا لماذا لماذا تنجح أو طريق الأشرار واتمأننا كل الغادرين غدرا أنه حتى اللي بيغضروا حتى اللي بيسيئوا إلى الآخرين مطمأنين أنه ما فيش عقاب لماذا أرمية ترى هذا السؤال وإحنا نهاردة بنشوف يعني المآسي اللي حوالينا نقول أين أنت يا رب لماذا لماذا تركت حماس كجماعة إرهابية وهي في نظري ليست جماعة مقاومة هي جماعة إرهابية لا تفكر في مصلحة الشعب الفلسطيني من قريب أو من بعيد لكنها فعلا جماعة إسلامية إرهابية لا تقل عن داعش لماذا تركتهم يسبحوا ويختصبوا ويختطفوا أطفال ونساء وكبر السن ولماذا أيضا تترك الأبرياء من شعب الفلسطينيين يقتلون نتيجة نتيجة قصف السواريخ عليهم نتيجة تدمير المباني اللي حاصل هم عملوا إيه ناس كثيرة أبرياء بس سؤال ده بيطرح سؤال آخر أو يعني طرحوا شخص آخر وهو أيوب كلنا نعرف طبعا شخصية أيوب لماذا تحيا الأشرار ويشيخون نعم ويتجبرون يعني ليه هم أساسا عايشين هم أشرار بس ليه أساسا عايشين مش بس يا ريتهم عايشين لا ده بيكبروا بيشيخوا يعني يعني بيعمروا في الأرض بتكلم على شخص شرير أوقات كتيرة لما نشوف شخص وحش نقول هو ربنا سايبه ليه هو ربنا تارك هذا الشخص ليه وبالأخص لما لما يموت حد من الأطقياء في سن صغير نقول يعني ربنا واخد الصغير ده الحلو وسايب لنا الوحش لماذا تحية الأشرار ويشيخون ولما كمان في حياتهم بيتجبرون قوة بيزدادوا قوة مش بتقل قوتهم الأسئلة دي بيترحى دايما الإنسان التقي في حواره مع ربنا وعيس لكن النهاردة هتكلم بالأخص عن الحروب عن الحروب ولماذا لا يتدخل الرب بصورة أو بأخرى لكي ما يوقف هذه الحروب في المجلة العسكرية الكندية نشرت مقالة وحاولت إنها يعني تجمع منذ أن بدأ الإنسان يسجل منذ أن بدأ الإنسان يسجل فتوحاته وغزواته وحروبه كويس يعني سنة من سنة 3600 سنة قبل الميلاد 3600 سنة قبل الميلاد يعني نحن نتكلم أنه بدأ تسجيل الإنسان لهذه الأشياء سواء على المعابد بصورة أو بأخرى أو برسومات إلى آخره أنه الإنسان بدأ يسجل هذه الأمور من أكثر من 5600 سنة كويس وعملت دراسة وقالت أنه خلال 5600 سنة اللي فيهم عندنا سجلات لحروب الإنسان مسجلة لم يختبر العالم إلا 292 سنة منهم سلام يعني 95% من عمر البشرية كان حروب فقط فقط 5% في الرينج ده يعني 5% من عمر البشرية قدتهم في سلام تخيل أنه واحد مثلا يعيش 100 سنة 95 سنة يرى فيها حروب فقط 5 سنين 5 سنين من عمره يقضيهم في سلام البشرية من أول ما سقطت وهي في سراع الإنسان مع أخيه الإنسان كمان قالت لنا أنه الإنسان مر في تاريخه بـ 14 531 حرب وسراع مات تقريبا أكثر من 3 مليار ونص من البشر حروب لكن لماذا يسمح الله بالحرب ولماذا لا يتدخل ليوقفها خلينا أقول حد سؤال ده بطريقة أخرى اللي نحطه بطريقة أخرى نلوم مين مين نلومه نلوم الله أم نلوم الإنسان في ناس على طول بتلوم ربنا على طول أنه أي مأساة أي كوارث أي معاناة بيعنيها البشر على طول تروح عند ربنا وتوجه ليه الملامة ليه أنت سمعت بهذا الأمر طبيعة بر كويس أشكده يقولنا في مزمور 33 عن الرب وعدد خمسة يحب البر والعدل ربنا يحب البر والعدل امتلأت الأرض من رحمة الرب رحمته والرحمة هي أن يرفع الرب عن الإنسان ما يستحقه من عقاب دي الرحمة الرحمة يبقى أنا مستحق عقاب إلهي لكن من رحمة الرب الرب يرفع هذا العقاب هنا داود بيقول أن الأرض امتلأت من رحمة الرب كويس مزمور سوري أرمية في 31 وعدد 3 يقول لنا أي تراء للرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة الرب بيحب بيحب الإنسان ومن أجل هذا أدام له الرحمة أدام له الرحمة ربنا إن كان بيتأنى علينا وبيظهر رحمة نحونا فهذا التأني الإلهي وهذه الرحمة الإلهية ينبغي أن تقودنا إلى التوبة ينبغي أن تقودنا إلى التوبة كمان في يحنى الأولى أصحاح أربعة وعدد تمانية يقول لنا عن طبيعة الله من لا يحب لم يعرف الله لأن الله إيه لأن الله محبة طبيعته مش ليست صفة من صفاته لا ده جوهره جوهر الله المحبة زي ما هو عادل وبار هو أيضا محب ده الإله اللي إحنا نعرفه في الكتاب مؤدس كما أعلن لنا هو عن نفسه ده الإله الذي أرسل لنا ابنه وحيد يسوع المسيح لكي ما يخلصنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون لأه الحياة الأبدية يسوع الذي أتى وعندما أتى قال أتيت لكي يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل الحروب هي غلطة الإنسان الحروب هي غلطة الإنسان ليست أبدا هي عمل الله الحروب هي غلطة الإنسان الإنسان أول ما سقط وترد وترد من الجنة آدم وحواء ولما خلفوا وجابوا قيين وهبيل أول جريمة أتل حصلت كانت في سفر تكوين أصحى حربعة ومن هنا ازداد عم في الإنسان ورغبته في الانتقام وكبرياء وإحساسه بذاته حروب هي من الإنسان وأنا أتكلم عن الجزء من حتى من كلمة ربنا بأكلية نازل حياة الإنسان عنده مشكلة إحنا عندنا مشكلة اللي يقول إنه الإنسان ما عنده مشكلة يبقى سوري أعمى لا يستطيع أن يفكر بمنطق وبعقلانية الإنسان عنده مشكلة وعلى فكرة اللي بيفرق ما بين مكان وآخر مش مستوى التعليم ولا مستوى الغنى ولا المستوى الاقتصادي لا 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 ممكن تلاقي مكان فيه أمان أكتر من مكان اللي بيفرق مش للا إن الإنسان مختلف لا لا الإنسان زي ما هو اللي بيفرق إنه في مكان في قانون فالإنسان بيخافه ويحترمه وفي مكان في قانون بس الإنسان لا يخافه ولا يحترمه لو لو رفعت من وسطينا القوانين لكي نفعل ما نريد أن نفعله نص البشرية ممكن ينتهي خلال أسبوع أو أقل يعني إحنا يمكن أقول لكم مثالين مثال أوليني لما حصلت الثورة في مصر والشرطة يعني الناس اعتدت على الأقسام البوليس وحصل كل اللي حصل ده الناس عملت ايه الناس عملت لجان شعبية كل شارع كويس عمل اختار الناس اللي سكنة فيه أنه قفوا على النصيتين على أول الشارع من هناك مجموعة وتقف مجموعة تانية على آخر الشارع من هنا ويحموا السكان اللي موجودين في الشارع ده طب أنت ليه بتعملوا كده لأن الحكومة سقطت لأنه ما فيه شرطة وأصبح كل إنسان يريد أن يفعل ما يحسن في عينيه اللي عايز يسرق يسرق واللي عايز يقتل يقتل واللي عايز يعتدي يعتدي هو إيه اللي حصل الإنسان زي ما هو بس القانون ما بقاش موجود ولا رجل الشرطة بقى موجود حاجة تانية هنا في أمريكا من ساعة ما حصل يعني الاعتداء على يعني من أول ما حصل الاعتداء على الشخص اللي كان بلاك والشرطة أساءت معاملته وحصل نوع من الهيجان والتمرد والاعتراض على الشرطة وقالوا لا إحنا نقلل ميزانيات الشرطة في كل مدينة كل مدينة قللت ميزانيات الشرطة النهاردة بتعيني من السلب والنهب من السرقة من الجريمة ليه لأنه أصبح ما فيش رجل الشرطة فالإنسان بطبيعته وحش عنده مشكلة الإنسان طبيعته خاطئة الإنسان ساقط يمين لفعل الشر ده الإنسان عدو الإنسان الأول هو الخطيئة ده العدو الأول ده العدو المسيطر على الإنسان ومتحكم في الإنسان الخطيئة لأن كل من يفعل الخطيئة فهو عبد للخطيئة والإنسان بعيداً عن المسيح هو عبد للخطيئة أجرة الخطيئة موت والكتاب يعلمنا حاجة مبدأة تانية إنه ما يزرعه الإنسان يحصد أيضاً من يزرع كراهية من يزرع خصومة من يزرع تحذب من يزرع عنصرية من يزرع بغضة مش ممكن ابدا هيحصد محبة وسلام وغفران وعطف الذي يزرعه الانسان يحصد ايضا وعش كده بقول لنا ايضا الحارثين اثما والذارعين شقاوة يحصدونها كل واحد بيزرع كراهية بيحصدها خلينا اقول كلمة انه تعليم الاسلام لا تزرع ابدا المحبة ابدا تعليم الاسلام تزرع التحيز والعنصرية تعليم الاسلام تنشر البغضة وسط الناس تعليم الانسان الاسلام لا يستطيع المسلم ان يعيش في سلام مع غيره الا اذا كان مستضعف الا اذا كان مستضعف انما اذا كان في مركز قوة لا يمكن ان يعيش في سلام مع غيره اليازيديين والمسلمين عاشوا في العراق مع بعض مع بعض جران مع بعض لكن يوم ما دخلت داعش واستأوى المسلمين بداعش المسلمين جران اليازيديين هم اللي بلغوا عن اليازيديين لداعش واضطروا وداعش خدت نساءهم وبعايتها في الاسواق كالعبيد وآثلوا الرجالة من محمد صلاح اللاعب المصري العالمي تحت ضغط ما عمل فيديو والفيديو اللي عمله قال فيه عبارة اي انسان بيحب الانسانية بيحب الاخرين هيحترمها ويقدرها قال عبارة انه كل الانفس مقدسة all lives are secret سواء اليهودي او الفلسطيني ولا ينبغي سفك دماء الابرياء اليهود كما لا ينبغي سفك دماء الفلسطينيين الابرياء مين فينا ما يحترمش عبارة زي كده اعتقد انه اي انسان عاقل بيحب الانسانية وبيحب جرانه وبيقدر انه الانسان مخلوق على سورة الله وشبهه هيحترم العبارة دي وهيمتدحها الا المسلم لانه المسلم ما عندهوش كل الانفس مقدسة اليهودي حياته ليست يعني لها قيمة اليهودي في نظر المسلم حياته ليست لها قيمة والبوزي حياته ليست لها قيمة حتى لو المسلم اتى المسيحي او اتى اليهودي ما ينفعش بالقانون انك تحكم عليه بالاعدام ليه لانه اللي مات ده سور يعني كلبه مات ما ينفعش انه مسلم يدفع تمن حياته اصاد شخص اتله مش مسلم ففيه واحد بقى يعني من هؤلاء الدعاة دعاة الكراهية سميهم عمل فيديو عشان يرد على محمد صلاح واسمعكو جزء من هذا الفيديو جزء بس اريكو انه حتى اقامة السلام مع ناس بهذا الفكر ما ينفعش لانه هما ما يفهموش السلام وما يقدروش ما يقدروش انه حياتك لها قيمة كويس وقارنه دوا بتعليم الكتاب المعدس قارن دا بتعليم الكتاب المعدس نسمع الفيديو ونرجع نعلق عليه قوله ان جميع الارواح مقدسة او روح كل انسان مقدسة وهذا الكلام باطل لا يوجد شيء اسمه كل روح انسان مقدسة الفيديو كان فيه حاجة كان الصوت شوية مش واضح مش كده يمكن انا ما كانش واضح في طب نسمعه مرة تاني نسمعه مرة تاني قوله ان قوله ان جميع الارواح مقدسة او روح كل انسان مقدسة وهذا الكلام باطل لا يوجد شيء اسمه كل روح انسان مقدسة الكلام دا باطل لا يوجد لا يوجد حاجة اسمها كل الارواح مقدسة لا 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 دا المسلم بس هي هي اللي حياته هي اللي حياته مقدسة او مميزة هي مميزة ربنا ميزهم ما هي دي ما هي دي خير امة اخرجت للناس وانا الحد الوقت في عمري دا كله بحاول ادور على اجابة شافية لهذا السؤال خير امة البرهان بالدليل خير امة ازاي واحنا شايفين بعيوننا الكراهية والبغضة والتعالي وازدراء الاخرين واحتقار غير المسلمين والغزوات والحروب خير امة ازاي يعني هل العالم افضل بوجود الاسلام ام العالم اسوأ بوجود الاسلام صدقوني العالم اسوأ بوجود الاسلام يعني اليهود اللي هما بيبص عليهم انه دول احفاد القردة والخنازير 28% من الحاصلين على جائزة نوبل في الطب والفيزياء والهندسة والمجالات العلمية 28% يهود اغلب التطعمات اللي انت بتاخدها كمسلم عشان ما تمردش اختراعها علماء يهود مع انهم اقلية من حيث العدد لا يقارن ابدا بعدد المسلمين لكن 28% احنا احنا في العالم العربي عمدنا واحد بس خد جائزة نوبل في الفيزياء والساينز يعني فيه واحد خده في الاداب نجي محفوظ لكن بكلم على الامور العلمية واحد بس واحد من كم مليار مسلم لكن 28% من اهم من دم اليهودي لا اللي اتنين واحد مفيش دم افضل من دم اللي اتنين مخلوقين على سورة الله اللي اتنين لهم نفس المكانة عند الله اللي اتنين الله بيحبهم اللي اتنين المسيح مات من سواء قبلوا هذا الحق او رفضوه لكن ما عندناش في الكتاب مؤدس انه واحد افضل من التاني الفرق الوحيد ما بين المؤمن في المسيحية وغير المؤمن هو انه المؤمن خاطي لكن نعمة الله افتقدته اما غير المؤمن فمازال خاطي نعمة الله لم تفتقد بعد ده الفرق الوحيد لكن بهذا التفكير لو واحد زي دون بهذا التفكير وراح يعمل معاهدة سلام او عايز يقيم عمره ما هيقيم سلام الناس دي الناس دي هي نفس الناس اللي هللت وزعت شربات وزغرات يوم ما طلعت حماس الارهابية ودبحت الالف وثلاثمائة شخص يهودي الناس دي نفسها الناس دي نفسها هي اللي وزعت شربات يوم ايضا مالقابة ضربت البرجين في نيويورك ومات اكتر من 3000 امريكي ليه لانه دم المسلم افضل من دم غير المسلم هذه العقليات المريضة دي عقليات مريضة هذا الفكر ليس هو فكر الله ده فكر شيطاني لان الشيطان يريد ان يسبح ويهلك لا ان يخلص ولا ان يصنع سلاما ابدا هذه العقيدة هي عقيدة يعني مريضة عقيدة مريضة اعتقد العالم هيبقى افضل لو العقيدة دي والفكر ده مش موجود طيب الحروب هي نتاج الخطية لا يمكننا ابدا النفصل بين الحروب والخطية فمنذ ان دخلت الخطية واتى معها الحروب ارتبطت بيها ده دي نتيجة طبيعية للخطية نتيجة طبيعية لانفصال الانسان عن الله نتيجة طبيعية للقراهية والبغضة اللي استولت على قلب الانسان نتيجة طبيعية لمركزية الانسان لذاته نتيجة طبيعية لعدم المحبة كويس فلا يمكننا ابدا النفصل بين الحروب والخطية عش كده الرسول يعقوب قال لنا يعني عبرتين مهمين جدا كويس العبارة الاولى بتقول ولكن ان كان لكم غيرة مرة وتحذب في قلوبكم يبقى في غيرة مرة وتحذب كويس فلا تفتخروا وتجذبوا على الحق ليست هذه الحكمة نازلة من فوق يعني الذي عنده غيرة وعنده تحذب في القلب زي الدعية هذا الدعية كويس الذي عنده غيرة وعنده تحذب في القلب مش ممكن ابدا يقول ان هذه هي حكمة نازلة من فوق دي مش حكمة نازلة من فوق هذا التحذب وهذه الغيرة وهذا الرفض الآخر وازدراء الآخر دي حكمة شيطانية وليست حكمة من فوق دي حكمة شيطانية وليست حكمة من فوق هذه الحكمة ليست نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية خير أمة اخرجت للناس حكمة شيطانية نفسانية أرضية ليست لها علاقة بالله نهاية لأنه حيث الغيرة والتحذب هناك التشويش وكل أمر رديء إزاي هيكون في غيرة وتحذب وخصام وعداء وعدم كبور الآخر كويس وتتوقع حاجة كويسة مش ممكن اللي هيجي حاجة أسفت هيجي كل أمر رديء نتيجة لكده طبق ده على 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 أي بيت زوج وزوجة طبق ده على أي مجتمع طبق ده على شعوب بعضها مع بعض ويقول لنا أيضا يعقوب وكأنه عايز يشرح لنا يعني نحن نفهم من أين تأتي الحروب من أين تأتي الحروب المحاربة في أعضائكم شهواتي ورغباتي كويس تشتهون ولستم تمتلكون شوفوا الإسلام اشتهى كل البلاد وغزى كل البلاد تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون تاريخ طبق ده على أي على كل الممالك اللي حصلت قبل كده طبق ده على 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 مركزية الإنسان لذاته أنا ومبعد الطفال أنا أفضل من غيري أنا أفضل من غيري شكده أرمي يقول لنا إيه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه هذا القلب هو المشكلة من هذا القلب تخرج كل الأفكار الشريرة زي ما قال الرب يسوع ليس ما يدخل الفهم هو الذي ينجس الإنسان مش مش أكلك للخنزير أو عدم أكلك للخنزير ده لينجس حياتك لا 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 ده الذي يخرج من القلب هو اللي ينجس الإنسان لأنه من القلب تخرج كل الأفكار الشريرة الزنا والفسق والضعارة والانشقاك والحسد والغيرة كل ده بيخرج من القلب وعز الشهير الإنجليزي مارتين جونز بيقول وهو كان معاصر للحرب العالمية التانية وشاف درجة الخراب اللي تسببت فيه الحرب العالمية التانية مع أنه إنجلترا يعني كانت واحدة من البلاد اللي فازت قال أنه السبب الأساس للحرب هو الشهوة والرغبة التي لا تهدأ والتي هي جزء من نتيجة الخطيئة جزء من نتيجة الخطيئة مرة طفح بيسأل بابا بيقول له بابا أنا عايز أعرف هي الحروب دي إزاي بتبدأ بتنشئ إزاي وإزاي بدأت الحرب العالمية الأولى فبابا بدأ يجاوب على السؤال قالوا الحرب العالمية الأولى بدأت لما ألمانيا دخلت هنجرية أو ماجر واستولت عليها فالأم وقفة في المطبخ بتسمع قالت له لا 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 ما أنت لازم تقول له السبب الأساسي أنه فيه واحد ألماني تقتل فبالتالي ألمانيا ردت قال لها أنا اللي برد على السؤال مش أنتي وقامت حرب ما بين أو خلاف ما بين أنه الزوجة وزوجها والولد عمال إيه عمال يتفرج فجي بابا يكمله الشرح فالولد سكت بابا وقال له خلاص أنا فهمت إزاي الحرب قامت حرب بتقوم ما بين البشر سواء اتنين سواء مجموعة سواء بلدين نتيجة أنه كل واحد فيهم مليان بذاته مليان بذاته عنده أنا نية ما بيسمعش للآخر ولا بيحترم الآخر الحروب أكدت ببساطة ميل الإنسان الشديد للقراهية والغيرة والشهوة وحب السلطة والضغينة كويس طيب ليه بقى ربنا لا يمنع الحرب طيب الحرب ماشي بدأها الإنسان بس الإنسان متألم وبدأها البشر والبشر يلامون على على هذه الحروب لكن ليه ربنا ما يمنعش الحرب ليه ربنا ما ينزرش إلى الأبرياء الذين يموتون كل يوم تحت القصف أو غير القصف ليه ربنا ما نزرش إلى الأبرياء اللي كانوا موجودين في المعسكرات بتاعتهم قبل ما يأتي حماس ويدبحوهم ليه ربنا ما يوقفش الحرب وسافك الدماء لماذا لا يمنع الرب الحرب لو قلنا أن الرب يمنع الحرب معناه أن الله يمنع نتائج اختيارات الإنسان وتصرفاته وكأنه هنا ربنا بيحاول الإنسان إلى شيء آخر الحرب الحرب هي نتيجة تصرفات الإنسان وليست نتيجة قرارات إلهية حرب هي نتيجة تصرفات الإنسان عشان ربنا يعمل دا يبقى الإنسان مش هيتحول مش الإنسان مش هيبقى إنسان لأنه هي نزع منه حرية الاختيار والخيار الإنسان الإنسانية التي انفصلت عن الله بالخطية لا يمكننا أن نلوم الله على الشر والخطية الموجودة في العالم مش ممكن حتى هؤلاء الذين يلومون الله على الألم مش قادرين نفسروا كمية الألم اللي بيعنيها الإنسان وليه ربنا بيسمح بهذه الألام ليه ربنا بيسمح بالإبادة لبعض الشعوب ليه ربنا بيسمح بالمرض لفلان وفلانة ليه ربنا سمح وكأن الله قاعد كويس كل يوم والبعض على فكرة بيفكر بالطريقة دي إن ربنا قاعد كل يوم آه النهاردة أنا هأزمين النهاردة أنا هبعد سرطان لفلان النهاردة أنا هبعد آه فشل كلوي لفلانة النهاردة أنا هبعد آه خسارة مادية لفلان كأن ربنا قاعد عمال يوزع ها هذه الأمور مع أن الله عن هذه الأمور بريء بريء عنها وبريء منها ليس هذا هو الإله لكن ما يحدث لنا هو نتيجة طبيعية للخطية منذ أن دخلت الخطية إلى عالمنا كل شيء تشوه جاء المرض جاء الموت جاءت الحروب والصراعات الخصومات ده نتيجة الخطية نحن نعيش في عالم ساقط وعلشان ندرك أن نحن عايشين في عالم ساقط نحن نحصد ما قد زرعنا ما قد زرعنا حروب كمان في أوقات كثيرة ربنا بيستخدم الحروب لتحقيق ما قصده هو عنده ما قصد هو عايز يحكم على شعوب بالدينونة فممكن هذه الدينونة تنفذ مش عن طريق طفان زي ما حصلت أيام نوح ولا عن طريق نار تأتي من السماء زي ما حصل أيام سدوم عمورة لكن هذه الدينونة تأتي عن طريق أمة أخرى كويس هذه الأمة لها طموحات وشهوات لكن الرب يستخدم هذه الطموحات والشهوات لكي ما يعاقب بيها شعوب رفضته وعيشة في الخطيئة يعني مثلا الشعوب السبعة اللي كانت موجودة في أرض كانعين ورب حكم عليها بالدينونة ربنا كده بيقول شعبه في سفر التسنية في أصحاح تسعة وعدد خمسة يعني السبب اللي يخلي ربنا يجعل إسرائيل تنتصر على هذه الشعوب وتطردها إيه السبب ربنا بيقوله مش عشان انت كويس لكن هناك سبب أكبر من كده انه هذه الشعوب الرب يطردها من أمامك بسبب إثمهم وشرهم لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك لأنه الرب قد حكم على هذه الشعوب بالدينونة لأن هذه الشعوب استنفذت كل فرص التوبة والرجوع للرب تمه بعد فرص التوبة لما بتضيع اللي بيحصل بتأتي الدينونة بتأتي الدينونة هذه الشعوب الرب صبر عليها مئات السنين يعني لما نقرأ في سفر التكوين أصحاح 15 ولما الرب بيكلم إبراهيم بيقوله إبراهيم إنه هيكون لك نسل وهذا النسل هيتغرب لمدة 400 سنة في أرض غريبة وبعد 400 سنة أنا أخرجهم وهو أديك إلى الأرض التي حلفت أن أعطيها إياك طب ليه 400 سنة يقوله لأن إثم الأموريين لم يكن قد اكتمل بعد يعني يعني الكاز بتاعتهم اتملت للنص وربنا صابر عليهم صابر عليهم إذا تابوا هيخليهم إذا ما تابوش يبقى الكأس اتملت يبقى هيشلهم من على وجه الأرض كديان عادل وده اللي حصل هذه الشعوب أضعت هذه الشعوب كل فرصة للتوبة والرجوع للرب عش كدي يقولهم مين في تسنية عشرين وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إليك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة خلاص أسلمهم الرب لزهن مرفوض الحثيين والأمورين والكنعانين والفرزين والحويين واليابوسين كما أمرك الرب إلهك لكي لا يعلموك هو أنت ليه رب مش هتخلي منهم حد لأننا مش عايز الخطية والسلوك الخاطئ والشرور اللي عملوها أنه ينقلوها لشعوب أخرى لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم كانوا يقدمون أبناءهم زبائح للألهة كانوا يربطون العبادة بالممراسات الجنسية والفحشاء فتخطؤون إلى رب إلهكم طيب كويس طب أنا يا رب بقى اللي أنت استخدمتني علشان يعني أترد هؤلاء الشعوب أنا أكيد بقى يعني هبقى كويس آه طول ما أنت كويس بتع الرب طول ما الرب هيباركك طب إذا رحت بقى وعبدت الأوسان زيهم كويس كويس إذا رحت وعبدت الأوسان زيهم يبقى أنا كمان هبعت أمة عظيمة وده اللي قال له الرب أنه رب بعت بابل لكي ما تعاقب شعب إسرائيل أقام بابل لكي ما تعاقب شعب إسرائيل هل بابل أبر من إسرائيل لا لا ربنا هيعاقب بابل على شرها أيضا لكن الرب أو قاد بيستخدم الحروب لكي ما يحقق مقاصده ومن ضمن هذه المقاصد هي تنفيذ الدينونة الرب يسمح بالحروب حتى يدرك الإنسان مدى تلوث قلبه وفكره حاجة كمان الحروب والكوارث دايما ما تجعل الإنسان أكثر حساسية وأكثر قربا للتوب عارف لما لما تجرد من كل شيء لما تجرد من بيت بلد فلوس ناس صحة وتدرك إنك يعني كل اللي كنت بتظن في نفسك والبعد كده بيظن في نفسه سامي احنا بنقول بالمصر يتهدي يا أرض ما عليك يهدي يبقى ماشي كده وحاسس إنه يعني أنا فرعون زمانه ليه لأنه عنده صحة وعنده فلوس وعنده جاه طب طب إذا إذا اتخذت منك الصحة والفلوس والجاه بيكون الإنسان أقرب إنه يقول يا رب بيكون الإنسان أقرب من إنه يدرك تعفو بيكون الإنسان أقرب إلى التوبة يا ناير اللي فات دعيت لحضور مؤتمر والخدمة في مؤتمر في سيدني أستراليا والمؤتمر كان خلينا نقول 96% من حضور المؤتمر من كانوا حاضرين مؤتمر كانوا عراقيين وأنا اتبريكت كتير جدا بالوجود معه لكن الحاجة اللي أثرت في كتير إنه معظم اللي كانوا حاضرين عرفوا الرب في الأردن لما لما هربوا من العراء ولما اتدمرت بيوتهم ولما فقدوا أموالهم وراحوا كلاجئين للأردن عرفوا الرب هناك وكأنه كأنه الإنسان لما بيجرد من هذه الأمور بيبقى مفتوح إنه يقبل رسالة محبة الله وغفران الله في المسيح يسوع بيدرك إنه قد إيه هو هش وقد إيه إنه هو يعني بدون ربنا لا يسوي شيء فبيبقى عنده القابلية للتوبة وللرجوع للرب أكتر قابلية للتوبة والرجوع للرب أكتر الحرب وتعليم الرب يسوع هتقول لي بس الحرب لا تتماشى مع تعليم المسيح أو لك آه تعليم المسيح أو البس جزء من تعليم المسيح لما رب يسوع في المعايز على الجبل قال لكني أقول لكم أيها السامعون أحب أعدائكم أحسنوا إلى مبغديكم باركوا لا عنيكم وصلوا لأجل الذين يسوئون عليكم فمن ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا ومن أخذ ردائك فلا تمنعه ثوبك أيضا وكل من سألك فاعطيه ومن أخذ الذي لك فلا تطلبه وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا تقول لي دي تعاليم المسيح كويس يبقى لازم نطبعها زي ما هي أقول لك أنا معك أنا معك الرب يسوع هنا لا يتحدث إلى شعوب وإلى جيوش الرب يسوع يتحدث إلى أشخاص أنا كمسيحي كشخص مسيحي صرت ابنا لله الرب يسوع بيقول لي اعمل ده حب عدوك حب عدوك صال الأجل الذين يضطهدون كم ما تنتقمش لنفسك وما تطلب نقمة ونك تخدها بإيدك بالعكس ده حق شخصي حقك الشخصي تنازل عنه طيب ها خدكوا إلى مستوى أكبر فالرب يسوع أنا بيتكلم على المستوى الشخصي فأنا لو حد أساء إلي الرب بيطلبني إني لأبغده بل أحبه طيب لو أنا وإنت بقى رب أسرة عندنا أسرة وعندنا أولادنا لو جي حد يعتدي على أولادك هتقوله لا 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 المسيح علمني إنك بس مش تاخد ولد واحد أنا هدي لك التلاتة يعني واحد جاي يخطف ولد من ولادك فأنت لا المسيح علمني إنه يعني من لطمك على خدك فحول له لآخر من طلب سوبك فأعطيه فأنت هتتنازل عن ابنك وتدي له واحد عليها البيعة طبعا فيه أباق كتيرة يعني يتمنوا يحصل كده لكن هي الفكرة إنه إنت هنا كأب إنت مسؤول عن أسرة وأول مسؤولياتك هي حماية أسرتك حماية أسرتك أنت لن تسمح أبدا أنه هذا المعتدي يعتدي على أولادك أنك لن تسمح أبدا أنه هذا الإنسان اللي جاي يسيء إلى أولادك ويدرهم أنه أنت تسمح له أن يفعل هذا أنت ممكن تصنع المستحيل لكي ما تمنعه صح يبقى هنا المسيح مش بيقول لي إنه لو جاي واحد يعتدي على أولادي إن أنا أدهم له وإن أنا أسمح لا لا أنا كمسؤول مسؤولية الأولى أن أحامي عن أولادي يعني يعني وقت الكوفيد كان فيه خوف كتير لأنه زي ما أنت حضر لكم عارفين حتى البوليس وكده ما كانش بيروح في كل أماكن وكان فيه مشكلة كبيرة أكتر وقت اتبعت فيه أسلحة في أمريكا كان الوقت ده أنا لا أخفي عليكم أنا وقتها كنت بدور إن أنا أشتري بس كان فترة الانتظار يمكن أربع خمس شهور ليلة إنه ما تعرفش مين اللي جاي لبيتك بالليل أو الصبح أو الفجر ولازم تحمي أهل بيتك فأنت كمسؤول موقفك أكتر طيب لو أنا بقى مسؤول عن بلد لو أنا مسؤول عن بلد أنا مسؤول عن هذه البلد ما ينفعش إنه عدو اللي جاي أرحب بيه ما ينفعش المعتدي اللي جاي أقوله لا تعالى ده أنت بش هتاخد شبرة بس ده أنا أهديك شبرة والجيزة والمعادي وكل اللي أنت عايزه تاخده لا مسؤوليتك هي حماية حماية البلد كويس أنت مطالب كمسؤول عن أسرتك وعن شعبك بأن توفر الحماية لهم عش كده قال سي اس لويس قال إيه هل محبة عدوك تعني عدم معاقبته يعني هل محبة تتنافى مع عقاب العدو هل محبة تتنافى مع كده كويس قال لا لأن محبة نفسي لا تعني أنني أخدع نفسي للعقاب يعني أنا لو ارتكبت جريمة كويس كمسيح ارتكبت جريمة مفروض علي أن أنا أسلم نفسي وأخد عقابي أنا بحب نفسي بس لازم أتعاقب على الجريمة اللي أنا عملتها كذلك الجندي أيضا مطالب بأنه يدافع عن بلده في كلمتين في العبري واليوناني للأسف العربي هي كلمة واحدة اللي هي تقتل كويس بالإنجليزي بتترجم murder أو kill murder or kill يعني الوصية لا تقتل من وصية العشرة do not commit murder بمعنى إيه أن أنت ترتكب قتل لنفس بريئة لم تعتدي عليك أن أنت قتل مع صبق الإصرار والترسل كويس do not murder طيب لو أنا كجندي في الجيش كويس أنا مطالب أني أقتل عدوي لو أنا رجل شرطة أنا مطالب أني أقتل المجرم لكي لا يؤذي آخرين صح ولا وإلا يبقى يبقى الدنيا سداح مداح كويس فليس كل قتل killing هو murder لكن لو أنا رجل عسكري وجاي من الحرب وجاري بيسلم عليها مش روح طلع الطبنجة وروح طاخه بيها دي اسمها murder هنا أتلت دما بريئا كويس الجندي في الحرب مطالب أن يحمي بلده حرب وقرار الحرب صعب وإحنا ربنا يحمي بلدنا ويحمي البلاد كلها من الحروب عشان كده مطالبين كمسيحيين بهذا الطلب فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع لدينا هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار لما يعم السلام نقضي حياة مطمئنة نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار نصلي لأجل الحرب الدائرة نصلي لأجل الأمهات اللي فقدت أبنائها نصلي لأجل الأباء الذين يبكون لأنهم لا يجدون حتى أبنائهم ولا يعرفون أينهم نصلي لأجل كل بيت سواء من اليهود أو من الفلسطينين ماذا لا يبكي على أبنائه الذين قتلوا الرب يعطي سلام ورب يأتي بسلام وهذا السلام لا يمكن نختبره بعيدا عن رئيس السلام الذي وحده يستطيع أن يعطي سلام وينزع كل كراهية وبغضى من القلب هنكمل مع بعض الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر